السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديوهات السابقة وضحت ان فيه اكتر من نوع جهاز مودم من شركة اس تي سي السعودية والنهاردة هوضح لكم طريقة اعدادات مودم اتش جي سيكس فايف ايت بي. بس الاول ما تنساش الاشتراك في قناة مركز خدمات المحمول لو كنت غير مشترك. ودلوقتي هنتعرف مع بعض على الخطوات واللي هي. اولا هتوصل الجهاز الشخصي او كمبيوتر بشبكة المودم اللي انت عايز تغير الاعدادات بتاعتها. بعد كده هتفتح صفحة على جوجل من الموبايل او كمبيوتر او اي جهاز تاني. مكتوب فيها العنوان ده. هتكتب وان ناين تو بوينت وان سكس ايت بوينت وان بوينت وان. في شريط العنوان وبعدين هتضغط على انتر. هيفتح لك صفحة. مكتوب فيها مربعين. هيتطلب منك ادخال الاي دي وكلمة المرور الخاصة بالمودم. واللي هي عادة اما الشركة بتدها لك وهي بكون كلمة ادمن. تلقائيا هيفتح لك صفحة تانية الاعدادات الداخلية للمودم ومن خلالها هتختار كلمة وبعد كده هتظهر لك قيمة فيها اختيارات كتير هتختار منها لي اعدادات بعدين هيتم تحويلك لقايمة الاعدادات الخاصة بالمودم. ومن شبكة الواي فاي الخاصة وهتختار يعني كلمة المرور او الرقم السري بالشبكة نفسها. هتعدل البيانات زي ما انت عايز وتختار كلمة سر جديدة واسم للواي فاي بدعك. وبعدين هتختار في الاخر كلمة عشان تقدر تحفظ كل الاعدادات اللي انت قمت بيدخلا. اول كم خطوة هتلاقيهم مشتركين بين كل انواع الاجهزة للمودم والاختلاف بيكون في بعض المسامات او الخطوات بس. في الختام اتمنى يكون الفيديو افادي جميع وبفكركم ان لسه في انواع اجهزة تانية نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. لايك وشير عشان اقدر انزل الفيديو جاي بسرعة.